بص شوف بقى بص شوف الجمهور بتاع النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان كان في زيادة عن 40 ألف مصري في الاستادة ده النهاردة بص شوف عظمة النادي الاهلي لما بيلعب باسم الكرة المصرية بص شوف ده انت احنا يعني لو عرضنا بس ال صدق بالله او واحد بيقول لي الزمالكوية فرحنين طيب والله حاجة محترمة ستاني واحدة عشان كان فيه مصور معايا انا من المبارة ايه الأخبار طيب فرحن برضه هو الأهل يعني يا جماعة الحقيقة ماتش رائع والماتش كان قوي وفين الدية والناس كلها فرحانة وحاجة معتبرة فاخرة انا اهلاوي وافتخر انا كياني كل النادي الاهلي دمي كل النادي الاهلي يعني انا عندي الوطن ثم النادي الاهلي حاجة بتجري في عروق كل الاهلاوية النادي الاهلي ده سحر ودي بنزيمة اللي ركن في البنزيمة ما حدش تشمع له صوت ولا شفنا اي حاجة وبيلعب البنلتي يعني كأنه في عجرافة الكورة كده ما 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 كانش معانا موضوع البنلتي بتاع بنزيمة ده واتحاد جدا بقى يعني له مننا كل التقدير والاحترام طبعا يعني كنت اتمنى ان هو يعني يلعب مباراة اكثر ندية في الشوت الاول انا شوت تاني الحقيقة ما قدرتش تتابعه كله بالكامل والحقيقة يمكن الشوت الاول كناد الاهلي هو اللي ضاغت تماما هيب عندنا ضيوفنا المحلين اشكر كولر ماشي يا عم شكرا يا كولر هنرجع تاني لسموحة ويتعاودوا مع اسموحة مش معقول شكرا كولر وشكرا ما طبعا لو كانت غلب كان زماننا مقطعين فيه شكرا كولر شكرا للسناوي كهرباء ما كان لازم ما يضيعش الفرصة اللي ضيعها شكرا لكل الناس شكرا حسين الشحاد شكرا امام عشور شكرا لكل اللاعب الاهلي شكرا للجمهور العظيم هاتوا النابي صورة الجمهور عظمة انا بس عشان بشوف لايف في الشاشة اللي قدامي حاجة يا جماعة مبهرة صورة الجمهور صورة مبهرة مبهرة ما شفتش جمهور في عظمة وروعة وحماس واخلاص جمهور النادي الان حاجة فاخرة يا كل اهلاوي في مصر بتسمعني النهاردة انا عايز على الفيسبوك ملحمة عارفين انتو الملحمة اللي احنا بنعملها وقت الماتش اللي احنا بنغلب فيه دايما ده لأ النهاردة برضو والنبي ورينا ملحمة انا هدي بقى ايه تعليقات كده ويطلع تعليقات احلى تعليق واحلى تحفيل واحلى جو جو الكرة الحلو بقى اللي احنا بنسمعه ونشوف